بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن TTL Time to leave TTL اختصار لTime to leave TTL هي قيمة يتم وضعها في داخل الـ IP packet ويتم من خلالها تحديد العدد الأقصى للروترات التي سوف تمر بها الباكت من source إلى destination من المرسل إلى المرسل إليه بحيث إذا مرت الباكت على العدد الأقصى من الروترات التي تم تحديد ولم تصل الباكت إلى وجهتها عندها سوف يتم حذفها والفائدة من ذلك هي توفير آلية لمنع دوران البيانات إلى ما لا نهاية ونحتاج إليها في شبكة عملاقة مثل الإنترنت قيمة TTL بتملك قيمة تلقائية بناء على نظام التشغيل مثال أنظمة تشغيل مايكروسوفت أغلبها بقيمة TTL 128 أنظمة تشغيل لينكس أغلبها بقيمة TTL 64 أنظمة تشغيل السيسكو آيو اس أغلبها بقيمة TTL 255 عشان نقدر ناخذ فكرة لدينا المثال التالي عندي السورس والديستينايشن نعطي الروترات أرقام والروتر واحد الروتر اثنين الروتر ثلاثة الروتر أربعة الروتر خمسة والروتر ستة إذن السورس متصل بالروتر واحد والديستينايشن متصل بالروتر ستة لنفترض أنه السورس يريد إرسال بيانات إلى الديستينايشن ولم يكن هناك لدينا مفهوم TTL في الإي بي باكيت عندها خليhib نambترض أن الروتر الستة توقف عن العمل فاللي راح يحدث طبعا توقف عن العمل ولم يتم يعني إبلاغ الروترات فأن الستة روتر توقف عن العمل هي بتاخذ طبعا دقائق أو ثواني حتى تعلم الروترات الموجودة في داخل الشبكة ان الروتر الستة توقف عن العمل طبعا حسب بروتوكول التوجيه وحسب مساحة الشبكة الموجودة عندي وعدد الروترات الموجودة فيها لأن كل ما زاد عدد الروترات وزاد حجم الشبكة كل ما كان عملية التحديثات أن راوتر تم إضافته أو راوتر توقف عن العمل راح تأخذ وقت فبالتالي الروتر واحد مثلا نختار أفضل مسار أنه من خلال راوتر ثلاثة ومن راوتر ثلاثة إلى راوتر خمسة والمفروض إلى راوتر ستة ولكن الروتر ستة توقف عن العمل فبالتالي خمسة ليس لديه مسار إلى ستة فرح يرسل البيانات إلى ثلاثة ثلاثة رح يرسلها إلى أربعة أربعة ليس لديها مسار إلى الروتر ستة فرح تظل البكت رح ترسل إلى الروتر اثنين راوتر اثنين ممكن يرسلها إلى الروتر ثلاثة إذا كان يملك اتصال راوتر ثلاثة رح يرسلها إلى الروتر خمسة الروتر خمسة رح يرسلها إلى الروتر أربعة وتحصل عندي مشكلة لوب دواران للبيانات إلى ما لا نهاية في شبكة زي شبكة الانترنت راح تتوقف شبكة الانترنت عن العمل بسبب وجود تدور الى ما لا نهاية وراح تزداد مع الوقت فحتى تصبح شبكة الانترنت بطيئة او الشبكة العملاقة مثلا خاصة بشركة الاتصالات وغيره راح تصبح بطيئة حتى تتوقف عن العمل. فكرة لا انه راح يتم تحديد عدد اقصى من الراوترات تمر فيه الباكت. مثلا عندي في سيسكو غالبا بتكون القيمة ميتين وخمسة وخمسين يعني ميتين وخمسة وخمسين الراوتر. فرح تمر مرت على الراوتر واحد. راح يتم خصم قيمة واحد من التتيتيال للباكت راح تصبح ميتين واربعة وخمسين. راح على الراوتر ثلاثة راح يتم خصم قيمة واحد فرح تصبح ميتين وثلاثة وخمسين. الراوتر خمسة ميتين وثلاثة وخمسين وهكذا. فاذا دارت فيما بين الراوترات راح يتم خصم قيمة واحد من التي تي ال. حتى تصل الى راوتر من الراوترات. خلينا نفترض انها وصلت الى الراوتر اثنين. بقيمة تي تي ال هي واحد. فعندها رح يخصم الواحد الخاص بالراوتر اثنين فرح تصبح كم؟ صفر. فعندها رح يتم حذف هذه الباكت. لماذا؟ لان القيمة اصبحت صفر. وبالتالي وصلت الى الحد المحدد من قيمة التي تي ال. ومرت بالعدد الاقصى من الراوترات المحدد لها هذه الباكت. ولم تصل الى وجهتها. فبالتالي هذه الباكت في حالة دوران البيانات الى ما لا نهاية فرح يتم حذفها. طبعا التي تي ال من الممكن اعداده. بحيث انا اجعل مثلا قيمة التي تي ال في الباكت اقل مثلا هي 255 مثلا في سي سكو. ولا ممكن اخليها اقل مثلا. اخليها 10 خليها 5. لكن هنا لازم ننتبه لنقطة. انه اذا انا كنت رح اغير من قيمة التي تي ال ورح اخليها مثلا قيم اقل. فعندها لازم انتبه انه تكون مناسبة لعدد الراوترات الموجودة عندي او لتفصل ما بين السورس والتستي نيشن. مثلا يفصل ما بين السورس والتستي نيشن خمسة راوترات. فاذا ما ينفع تكون قيمة التي تي ال اربعة. لانه وقتها رح تنحذف البيانات قبل ان تصل الى وجهتها. ما ينفع تكون ثلاثة او اثنين. لابد ان تكون خمسة يعني لابد ان اكون على علم بعدد الراوترات اللي تفصل ما بين السورس والتستي نيشن. علشان احدد قيمة التي تي ال. اذا حددت القيمة باقل من عدد الراوترات الموجودة في المسار فعندها رح يتم حذف الباكت قبل ان تصل الى وجهتها. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة. اتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مشد من الشبكات الرقمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى